السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم في صفحة الثامنة والستون من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث من التعليم الابتدائي اليوم مع الأسبوع الثالث من الوحدة الثانية مجال الحياة التعاونية الوضعية التواصلية الثالثة أناقش أهمية التعاون مع أصدقائي أسمع وأتواصل في يوم التعاون المدرسي طلب الأستاذ من التلاميذ والتلميذات أن يناقش أهمية التعاون فتدخل النزار ثم صارت وقال أصدقائي لو لاحظتم النملة يقوم بجمع قوته لرأيتم عجبا في ميدان التعاون صار قالت شكرا نزار فعلا بالتعاون تسود المحبة والألفة بين الناس ولذلك فالإنسان أحق المخلوقات بالتعاون قال الأستاذ ولذلك حث الله سبحانه وتعالى على التعاون فقال وتعاونوا على البر والتقوى صدق الله العظيم فقال آخر إن حياتنا لا تستقيم وسعادتنا لا تكتمل إلا بالتعاون فهيا نضع اليد في اليد ونتعاون مع بعضنا إذن هنا في اليوم تعاون مدرسي طلب الأستاذ من التلاميذ والتلميذات أن يناقشوا أهمية التعاون فقال نزار أصدقائي لو لاحظتم النملة يعني لو لاحظتم عمل النمل وما يقوم به بجمع قوته لا رأيتم عجبا في ميدان التعاون كيف يتعاون النمل فيما بينهم في مجموعات لجمع القوت شكرا نزار فعلا بالتعاون تسود المحبة والألفة بين الناس فالتعاون بين الناس تكون نتيجته جيدة ولذلك فالإنسان أحق المخلوقات بالتعاون لأن الإنسان له عقل يميز عن باقي المخلوقات وبأن جميع المخلوقات فهي مسخرة لخدمة الإنسان تدخل الأستاذ وقال ولذلك حث الله سبحانه وتعالى على التعاون فقال وتعاونوا على البر والتقوى صدق الله العظيم إن حياتنا لا تستقيم وسعادتنا لا تكتمل إلا بالتعاون يعني بالتعاون تستقيم الحياة وتكتمل السعادة فهي نضع اليد في اليد ونتعاون مع بعضنا الآن أشخص وأحاكي أشخص مداخلة نزار أو سارة يعني أشخص أقوم أنا بتشخيص مداخلة إما نزار أو سارة أحاكي نزار أو سارة وأشارك في النقاش لأبرز لزملائي وزميلاتي أهمية التعاون إذن مثلا نقول أصدقائي لو لاحظتم النحل يقوموا بجمع الرحيق لرأيتم عجبا في ميدان التعاون سيقول أحدهم شكرا كريم فعلا بالتعاون تسود المحبة والألفة بين الناس ولذلك فالإنسان أحق المخلوقات بالتعاون ولذلك حث الله سبحانه وتعالى على التعاون فقال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان صدق الله العظيم إن حياتنا لا تستقيم وسعادتنا لا تكتمل إلا بالتعاون فهيا نضع اليد في اليد ونتعاون مع بعضنا أقرأ مع أصدقائي وصديقاتي وتعاون بالتعاون نتغلب على المشاكل والصعاب بالتعاون فيما بيننا نستطيع أن نتغلب على جميع المشاكل والصعاب لأن في التعاون فيما بيننا تكتمل قوتنا ويسعد الأقارب والصحاب ويسعد الأقارب العائلة والصحاب يعني الأصدقاء لأن هناك من له أو ضعيف القوة يحتاج من يساعده هناك الفقير يحتاج إلى الغني وهكذا يعني فرق الله بيننا في الرزق والصحة رزق والبال رزق والأولاد كذلك فلذلك لا بد من التعاون فيما بيننا بالتعاون يثمر العمل ويتحقق الأمل يعني بالتعاون فيما بيننا يعطي العمل ثماره ويتحقق ما نأمل إليه وفي قرآننا الكريم يعني في القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال ربنا الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم يعني تعاون على الأشياء التي فيها الخير والإحسان والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الأشياء التي فيها الإثم والمضرة للغير إذن نقرأ وتعاون بالتعاونين تغلب على المشاكل والصعاب ويسعد الأقارب والصحاب بالتعاون يثمر العمل ويتحقق الأمل وفي قرآننا الكريم قال ربنا الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأيضا وأيضا